مكون العرعار عمل ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي نظراً لنتائجه السريعة في إزالة تصبغات البشرة تفتيح لون البشرة بشكل كبير وسريع اليوم سوف أقدم لكم وصفتين الأولى هي عبارة عن قوماج أي مقشر العرعار الممتاز والرائع والثانية ستكون عبارة عن كريم مسائي محضر بالعرعار رائع أيضاً في تبيض البشرة وإزالة التصبغات إذن على بركة الله لنمر إلى تحضير الوصفة إذن أول شيء أهلاً وسهلاً بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم أول وصفة سنقوم بعملها في هذا الفيديو وهي وصفة قوماج أو مقشر العرعار أول شيء هنا سنقوم أولاً بعمل زيت يعني الزيت الذي سوف نستخدمه في عمل مقشر العرعار إذن بالنسبة لتحضير يعني زيت الأعشاب سنستعمل أول مكون سنستعمل مقدار ملعقة كبيرة يعني من البابونج أعشاب أو أعشاب البابونج أو مطحون البابونج أنا هنا سوف أستعمل هنا كيس من البابونج وكذلك سوف أضيف مكون آخر إلى البابونج هو أيضاً يصفي البشرة يعمل على توحيدها سنستعمل ملعقة صغيرة من الشاي الشاي الأخضر سوف أضيف هنا ما يعادل مقدار ملعقة صغيرة بهذا الشكل بعد ذلك حبيباتي سنضيف هنا تقريباً مقدار ملعقة من مطحون العرعار إلى هذه المكونات فهنا بالنسبة للأخوات اللواتي لا يعرفنا العرعار فهو يكون على هذا الشكل كما تلاحظون هنا يكون بهذا الشكل كما هو موضح في الفيديو يمكنكم أخذه يعني تقومون بشرائه عند العطارين ثم تقومون بغسله جيداً وتشفيفه بعد ذلك تقومون بطحنه حتى يصير على هذا الشكل كما هو موضحون مطحون العرعار والآن سنضيف أيضاً زيت الزيتون سنضيف ما يعادل مقدار يعني من 3 إلى 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون كما تلاحظون والآن سوف أقوم بدمج هذه المكونات مع بعضها البعض نخلط جيداً هنا كما قلت لكم يمكنكم استخدام يعني إذا كان متوفر لديكم البابونج أنا قمت هنا باستخدام كيس البابونج بعد ذلك بعدما قمنا بمسج هذه المكونات سنأخذ هذه الخلطة ثم سنقوم بوضعها يعني في حمام مائي أي تضعونها على حمام مائي وفي نار هادئة كما تلاحظون هنا قمت بعمل حمام لزيت الزيتون مع هذه الأعشاب إذا حبيبتي بعدما تركت الزيت يعني مع الأعشاب في حمام مريم تقريباً مدة 10 دقائق الآن سوف ننتقل لتحضير قوماج العرعار بالنسبة هنا لقوماج العرعار سوف أحتاج فيه تقريباً إلى كمية من السكر الخشن بهذا الشكل تقريباً ما يعادل ثلاث ملاعق أو أربع ملاعق صغيرة من السكر الخشن ثم سوف أبدأ هنا بإضافة هذه الزيت يعني تدريجياً حتى نقوم بتصفية هذه الزيت ونبدأ في دمج وخلط هذه العناصر أو هذا القماش إلى أن نحصل على قماش أو خلطة متجانسة على هذا القمام كما هو موضح هنا الآن كما ترون قمت هنا بتحضير قوماج العرعار تابعوا معي كامل الفيديو اللي كي أريكم في آخر الفيديو كيفية استعمال هذه الوصفات وصفات العرعار الآن سأمر لكيفية تحضير كريم العرعار الرائع والذي يعطي نتائج في توحيد البشرة وفي إزالة تسبغات البشرة إذا على بركة الله بالنسبة لكريم العرعار سأستعمل أول شيء في تحضيره سنستعمل هنا الماء الماء الذي سوف نقوم بمزج كريم العرعار أولاً سوف أضع هنا مقدار من الماء ثم سوف أضيف هنا تقريباً ما يعاد المقدار ملعقة من البابونج أو كيس البابونج إذا توفر سأستعمل هنا فقط كيس البابونج يعني ما يعاد المقدار ملعقة منه فهنا ضروري جداً استعمال البابونج لأنه منقي ومصفي ثم سوف أستعمل كذلك العرعار المطحون سوف أقوم بعمل تقريباً في هذه الخلطة ما يعادل ملعقتين من العرعار المطحون بعد ذلك سوف نقوم بمزجهات المكونات ثم سوف أضعها على نار هذئة تقريباً حتى تصل إلى درجة الغليان كما ترون وضعت الإناء على نار الآن سوف أقوم بتصفيته نأخذ مصفات بهذا الشكل سوف أقوم بتصفيته بسم الله نريد هنا فقط ماء العرعار سوف أقوم بتصفيته بهذا الشكل يكون على شكل سائل كما ترون الآن سوف نمر لتحضير هذا الكريم إذن على بركة الله كما تلاحظون قمت هنا بأخذ إناء يوضع على النار سوف أضع فيه تقريباً ما يعادل سأضيف هنا ما يعادل أربع ملاعق من المايزينة أو ما يسمى بنشاء الدرة تقريباً أربع ملاعق بهذا الشكل بعد ذلك سوف أضيف هذا المحلول الذي قمنا بتحضيره أي ماء العرعار مع البابونش سأضيفه إلى النشا وأبدأ أقوم بتحريك هذه المكونات بهذه الطريقة بعد ذلك سنضع هذا الخليط على نار هادئة ومع التحريك المستمر حتى نحصل على كريمة متجانسة ومتماسكة كما ترون هنا بعدما قمت بوضعها على الماء بدأت تصبح على شكل كريمة مع التحريك المستمر بهذا الشكل كما تلاحظون فقط دقيقة فوق النار حتى تصبح لنا الوصفة على شكل كريمة بهذا الشكل كما هو موضح لكم هنا ضروري عندما نقوم بوضعها على النار أن نستمر في التحريك لكي لا تتكتل حبيبات نشاء الدرة كما لاحظتم إذا هذا هو الكريم الذي قد تحصلت عليه قوام كريمة بدون حبيبات وبدون شوائب والآن سوف أقوم بإضافة الزيت الذي سوف يجعل بشرة الوجه صافية وبيضاء وخالية من التصبغات وهو زيت اللوز الحلو فضروري جدا هنا أن نستعمل زيت اللوز الحلو وليس أي زيت آخر في هذا الكريم لأنه يعطي تركيب رائعة مع العرعار سوف أقوم هنا بإضافة ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو أضيف هنا ما يعادل مقدار ملعقة كبيرة بهذا الشكل وأبدأ أستمر في دمج هذه المكونات فهنا زيت اللوز الحلو صالح للبشرة الدهنية وأيضا البشرة الجافة نستمر في دمج المكونات كما تلاحظون حتى نتحصل على خلطة يعني متجانسة بهذا الشكل الآن سوف أقوم بعمل هذا الكريم في علبة زجاجية بهذا الشكل أو قرورة زجاجية فهذا الماسك هو صالح يبقى صالح لمدة أسبوعين فقد قموا بوضعه في التلاجة نضعه في هذه القنينة فهذا الكريم يبقى صالح كل هذه المدة ويحافظ على مفعوله ومكوناته في إزالة تسبغات البشرة وفي تبيض البشرة كما ترون حبيبتي أنا قمت هنا بعمل قماش العرعار وكذلك قمت بتحضير كريم العرعار المحضر أيضا بزيت اللوز الحلو بالنسبة لطريقة يعني استعمال هذه الوصفة أول شيء سنقوم بتنظيف بشرة الوجه جيدا وتاني شيء نقوم بعمل قماش أي تقشير بهذا المقشر تقريبا لمدة خمس دقائق تقومون بذهن هذا المقشر على كامل بشرتكم بشرة الوجه والرقبة تقومون بعمل حركات دائرية يعني بهذا القماش تقريبا مرتين بالأسبوع أو مرتين في عشرة أيام فهذا القماش يقوم بإزالة الخلايا الميتة وكذلك الشوائب التي تعمل على جعل البشرة بلون أسود وكذلك تعمل تسبغات بالبشرة فهذا القماش يعمل على توحيد لون البشرة وأيضا العرعار فهو به زيوت عطرية يقوم بإزالة الحبوب أيضا بالنسبة للمكونات المستعملة حافظوا على المكونات لكي تحصلوا على نتائج ممتازة أما بالنسبة لهذا الكريم كما تشاهدون فهو يعمل أو يعمل كل ليلة أو كل مساء تقومون بوضعه على بشرتكم تقريبا مدة ساعتين فوق بشرة الوجه والرقبة يعني من ثلاث ساعات إلى أربع ساعات فليست هناك أي مشكلة لأنه كريم مغدي لا أنصح بوضعه يعني ثم النوم به فقط لمدة ثلاث ساعات إلى أربع ساعات لأن بهذه الطريقة سوف نحصل أو سوف نقوم بإنسداد المسامات في البشرة خصوصا للأخوات اللواتي لديهن بشرة ذهنية بالنسبة للكريم يعمل على بشرة نظيفة أيضا إذا كنتم تودون عمل هذا القوماج مدة خمس دقائق تقريبا ثم تغسلونه بالماء الدافئ قوموا بعدها بعمل هذا الكريم المرتب والمغدي والمفتح أيضا للبشرة ستحصلون على نتائج رائعة المهم كما أقول دائما حافظوا على هذا الروتين يعني القوماج أو التقشير مرتين في الأسبوع أو مرتين في عشرة أيام أيضا هذا الكريم تقومون بعمله يوميا يعمل كل مساء من ثلاث إلى أربع ساعات فنتائج هذه الوصفات سوف تقوم بإزالة تصبغات البشرة الكلف أيضا توحيد لون البشرة تفتيح البشرة بالنسبة لتفتيح البشرة سوف تلاحظوا نتائج منذ الأسبوع الأول بالنسبة للتصبغات العميقة ستختفي من خلال الأسبوع الثالث أو الرابع يعني كلما كانت التصبغات أعمق كلما تحتاج مدة لكي نحصل على نتائج جيدة فبالنسبة للقوماج يعني قوماج العرعار فهو يزيل شوائب البشرة سوف تحسون بأن بشرتكم أصبحت رطبة للغاية أما بالنسبة لهذا الكريم سوف تحسون أن البشرة تمتصه بشكل رائع لأنه به زيت اللوز الحلو سوف تلاحظون أن البشرة تفتحت منذ الاستعمال الأول ستحصلون على نتائج جد رائعة حبيبتي كانت هذه هي وصفتنا لليوم أتمنى أن تنال إعجابكم إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تدخلوا علي بالضغط على زر لايك أيضا مشاركته مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة فهذه الوصفة أكثر من رائعة أنا جد متأكدة أنكم عندما تجربونها فلن تستغنوا عنها أبدا لأنها وصفة مفتحة ومبيضة بامتياز إذا جربوها واضركوا لي آراءكم في صندوق التعليقات إذا كنتم أول مشتركين لا تنسوا الاشتراك بقناتي عبر الضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب أيضا لا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بكل ما هو جديد إذا إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته